الموضوع التاني وانا الموضوع التاني انا مش عارف بصراحة ابدأ منين واتكلم في ايه بالزبط لان انا مندهش مش مصدق مش هتكلم على السوشيال ميديا بش مش مصدق ان الاعلام او الجمهور او الاندية او الاتحاد اتحاد الكورة تحديدا في حالة اللغة في فكرة ارسال اسماء الاندية للاتحاد الافريخي هو الفكرة يا جماعة في الموضوع ده وجهات نظر ولا لويح لويح مش وجهة نظر طالما الموضوع لويح يبقى نص قانوني ودايما احنا عارفين في القانون لا اجتهاد مع نص يبقى بالتالي هنا ما فيش حاجة اسمها وجهة نظر فكرة ان محدش قرى ده مشكلته فكرة ان محدش متابع ده مشكلته اتحاد الكورة لو طلع قبل كده وقال ترشحات لبعض الاندية بالمخلف لمعايير اللايحة سواء لايحة المنظمة لبطولة الدوري او لايحة الكاف ده مشكلته لكن الاندية عندها اللويح وعارفة صح من الغلط لكن انا بتفاجئ مش اقول ان الترشحات الابل كده تقالت وكانت غلط وانا كان عندي يقين وقلت يا جماعة الترشحات ده غلط والكاف هيرفضها انا كان عندي المعلومة وعارف ان الكاف هيرفضها لان لايحة الكاف بتدل حق للاتحاد الافريقي هو اللي يوافق على الاسماء اللي بترسم الاندية بالقبول او الرفض لان انت في النهاية مش كل اتحاد عنده معايير بيبعثها الكاف يوافق عليه لازم الكاف بيرائي بالمعايير ده بيشوفها مطابقى المعايير ولا لا فأنا كان عندي يقين أن المعايير اللي قالها اتحاد القرى قبل كده كانت غير سليمة لأنه هو عنده معايير في اللايحة المنظمة للدوري بتقول عكس اللي كانت قال قبل كده المهم فخلاص الناس كلها عرفت أن آخر معاد لإرسال أسماء الأنديا النهاردة عشرة ممكن على فكرة يكون خلال 48 ساعة بس نمشيها النهاردة آخر معاد هتبعت الأسماء النهاردة الأسماء المعروفة تبقى للايحة الكاف وتبقى للايحة المنظمة لمسابقة الدوري الأربعة الأوائل بتوع الدوري هل الناس اتفجأت أن المعاد المفاجئ كان عشرة تمانية لا يا جماعة منا في شهر ستة قبل معرض لكم اللوايح بس عشان بدي مقدمة للجاي في شهر ستة لما الاتحاد الإفريقي بعت لكل الاتحادات أنا نشرت وقتها الموضوع وقلت يا جماعة الكاف قيل تلاتين ستة وقلت الموضوع ده ممكن يلغي الدوري الناس كلها رات عايت لك لا ما فيش دورة هيتلغي والدورة هيكمل والدورة هيتلعب وعنشوف لها حل طيب جيل كاف وقتها قالك لا نمدل تلاتين سبعة طيب لسه الدورة عندك لسه شغال رح جيل كاف قالك نمدل عشر تمانية خد بالك المادة ده مش لمصر او مش للاتحاد المصري المادة ده كل الاتحادات الاهلية لان في التحادات ما كانش لسه خلصت المغرب مخلصة اول تمانية الجزيرة تخلص بعدين اخر تمانية ليبيا لسه مخلصة اول مبارح التحاد غينيا لسه مخلص من تلات ايام تنزانيا لسه مخلصة من اسبوع يعني فيه مشاكل في التحديات الإفريقية كتير فهو المعاد مجاش فجأة يعني اللي طالق قالك الدوري دورة رمضانية يا جماعة المعاد مجاش فجأة احترموا المسابقة فيه لواح وفيه معايير هي مش وجهات نظر لو انت مش قارد مشكلتك انت لكن محدش يتكلم على الدوري بشكل سلبي كده فيه لواح لده طيب لو عنا أعرض اللواح احنا خلاص اتفقنا المعاد مجاش مفجأة المعاد معروف بس الناس اللي مش بركزه الناس مش واخدة بالها اللواح بتقول ايه نعرض اول حاجة لايحة الكاف الكاف حط معايير لأسماء الأندية اللي هتتبعت من كل اتحاد فكرة نبعد حروفه وارقام ده كان زمان خلاص القصة دي كان زمان دلوقتي فيه حاجة اسمها معايير ولواح لازم الكل يحتربه الكاف حط أربع بنود قالك وعنعرضها على الشاشة قالك لو انت عندك دوري وكاس والمسابقة خلصت في توقيتها وعندك ابطال للمسابقة قدامك هي اللايحة المنظمة للمشاركة الافريقية في ظل جائحة كورونا لو الدوري خلص والكاس خلص وعندك الأبطال ابعت تبقى لتصنيفك والمعايير اللي عندك لو انت مصنف وعندك اتنين بلعبوا دورة أبطال واتنين كونفدرالية ابعت لأول وثاني وثالث الدوري مع بطل الكاس للكونفدرالية طيب لو الدوري عندك لسه مخلص قالك ابعت للترتيب العام للدوري تبقى لمعايير المنظمة لمسابقة الدوري عندك او منظمة للليحة عندك دي تاني حاجة قالك لو الدوري مخلص طب تالت حاجة قالك لو لغيت الدوري قالك لو لغيت الدوري ابعتلي نفس أندية الموسم الماضي يعني لو بنطبع على الدوري المصري ابعتلي مثلا أهل وزمالك وبيرامدز وما قولين ده نفس أندية الموسم الماضي ما فاش تبعت أهل وزمالك وبيرامدز ووصيف كاس الكاف ما بيقولش كده عشان كده الكاف رفض لكن انت دلوقتي في الحالة اللي قدامك انت في الحالة التانية الدوري عندك لسه مخلص فقال لك ابعد تبقى للمعايير اللي عندك اللي بتقول ترتيب الدوري طيب دي لايحة الاتحاد الافريقي ما فيهاش نقاش ولا فيها جدال هي مش وجهات نظر سيبكم الناس اللي النهاردة جابت لايحة دوري أبطال إفريقيا 2019 بدولك البند رقم 6 لو البطولة ما تلعبتش تبعت نفسها أنديت الموسم الماضي هي ترجيمة غلط وفهمة غلط ومش دي اللي حالي الكاف بيعتمد عليها الكاف بيعتمد على اللي حالي تلعطي لكم عشان طيب الليحة المنظمة للدوري المصري بتقول إيه والناس كلها قارتها بس الناس مش واخدة بالها أن الإراءة سهلة وبسيطة لكن إنك تفهم التفاصيل مش سهل إنك تفهمها طيب المشاركة الإفريقية للفرق المصرية الليحة المنظمة للدوري المصري اللي اللجنة الخماسية عملتها واللجنة السلسية ماشي عليها في حال تحديد الاتحاد الإفريقي موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري وقبل انتهاء مسبة الكاس يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى من مسبة الدوري تبقى لما يقر الكاف ده طبق زي ما كاف قال بالظبط طيب في حال تحديد الاتحاد الأفريقي موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري اللي هو احنا فيها دلوقتي في الجولة التسعة وعشرين مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد من الاتحاد الأفريقي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية سيبقوا بقى من فكرة في حالة عدم تسول فرقة في عدد المباراة اللي هي مبدأ الجدارة خلاص دي مش موجودة دلوقتي الفرقة كلها لعبة زي بعضها يبقى إيزاً النهاردة عشرة تمانية الجولة التسعة وعشرين الدورة هتتلعب كل الفرقة كلها بتزيبها نبدأ نطبق ده نبعت اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد النهاردة الفقرة اللي طلعنا لكم على الشاشة طيب النهاردة الترتيب ايه؟ الأهلي في الصدارة وبطل أفريقي عالي عبكة حامل اللقب وبطل الدوري الزمالك وصيف الناحية التانية بقى المصري في المركز الثالث ضمن بنسبة كبيرة ستة واربعين نقطة والاتحاد السكندير النهاردة إذا فاز عز مالك عايب أربعة واربعين نقطة يتفوق على بيرمتس فيبقى الاتحاد والمصري موجودين في كونفيدرالية المصري كثالث والاتحاد كرابع هل ده ليه علاقة بأهمية مباراة النهاردة ده مش قصتنا ده مش موضوعنا هو موضوعنا إن المباراة النهاردة جيت توقيتها في نفس يوم معاد إرسال أسماء الأندية هي مش وجهات نظر هي لوائح طب المباراة دي قد تتلعب بكرة كانت تبعد بالترتيب بتاع النهاردة مش هتستنى البكرة طالما الكاف قال لك عشرة تمانية قد تتبعد بترتيب النهاردة مش هتستنى البكرة ولو الفرق مش لها بعادة مباراة زباك قد تتطبق الديدارة الرياضية الموضوع بسيط جدا سموحها لو كان كسب مبارح كان ممكن يبقى زي بيرامدز وفي المواجهات المباشرة يعاد بيرامدز ولو الاتحاد النهاردة خسر من الزمالك كان سموحها ولا يروح الفكرة مش مباراة بينها هتبقى قوية وإحنا كده المباراة حقيقة وموت دي وجهة نظر حد مش عايز يقرأ ومش عايز يفهم لكن لما بنتكلم في لوائح وبنتكلم في ورق دي مش وجهة نظر الموضوع واضح جدا وبسيط جدا والاتحاد النهاردة لو كسب الزمالك بإذن الله هيتأهل عايبقى رابع الدوري المصر ويتأهل القبطة الكونفيدرالية مع المصري البورسعيدي في رئتين جمالياتين سواء الاتحاد أو المصري موجودين في كاس الكونفيدرالية الموضوع بسيط جدا يا جماعة لا في وجهات نظر ولا في أصل الدوري ده كده بقى دورة رمضانية وفي فرية تطلع تقولك أصلنا اتفجئت أصل اللايحة مش وفتهاش أصل النهاردة بقت المباراة حاسمة بقت مباراة مصير قصة مش كده وتعاملوا مع الموضوع ببساطة عشان الحاجات اللي زي دي ممكن تأمل إصارة للجمهور وده من الصح نتكلم صح ونتكلم بالورق ونتكلم بالمستندات وباللوايح عشان ما نعملش إصارة وبلبلة في الرأي العام طيب دي جزئة متعلقة بالأسماء اللي هترسل للمشاركات الإفريقية ونقفل بقى على كده الموضوع وبلاش نتكلم فيه كتير لأنه خلاص الموضوع بقى شكله يا جماعة مش حلو على السوشيال ميديا طيب الجزئة التانية انبارح فجئنا بخطاب مرسل من رؤول شباندا مدير التطوير في الاتحاد الإفريقي لقرة القدم للجامعة الملكية المغربية ولنادي الوداد المغربي هي الفكرة مش اللي نادي عليه مستحقات فبيطلبوا بدفع المستحقات لا الفكرة أن الاتحاد الإفريقي وتحديدا من خلال قدارة التطوير في الكاف أرصت مبدأ مهم جدا وخطير جدا أنا لازم ألقي الضوء عليه ونور اللمبة الحمراء لأن الساعات الجاية ممكن تكون فيه مفاجآت في عدد من الاتحادات على عدد من الأندية الكبرى في البطولات الإفريقية رأول شباندا في الخطاب اللي أرسلله الجامعة الملكية والاتحاد المغربي أو النادي الوداد قال له إيه قال له أنت فيه حكم قد نقوا على الشاشة ده تاريخي مبارح 9-8 قال له أنت فيه حكم صادر على الوداد في نوفمبر 2020 لصالح اللاعب شيكتارا بسداد مبلغ 165 ألف دولار وكان الاتحاد الإفريقي في شهر 6 اللي فات قال أن أي نادي عليه حكم نهائي صادر من المحكمة الرياضية حكم نهائي بات قبل 31 ديسمبر 2020 مش هيلعب دوري أبطال إفريقيا ولكن فيدرالية إلا ما يدفع كل المستحقات ويسوي كل المستحقات لصالح اللاعبين اللي ليهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية قبل 31 ديسمبر 2020 فبالتالي قرار الكاس اللي قدامنا ده اللي الكاف بيتكلم عليه صادر في 10 نوفمبر 2020 الوداد استأنف على قرار اللجنة التأديبية ما هو الكاس لما خد قرار ضد الوداد الوداد ما سدتش فبالتالي المحكمة الرياضية قرارها نهائي فالفيف عشان تحصن قرار المحكمة الرياضية فبتطلع قرار تأديبي بمنع الوداد من القيد مثلا فده قرار تأديبي فالوداد لما هيستأنف هيستأنف على القرار التأديبي مش هيستأنف على قرار الكاس لأن القرار الكاس نهائي وملزم خلاص فيستأنف على القرار التأديبي طيب استأنف إمتى في إبريل اللي فات هل اتحكم فيه هل اتحسمت لسه إيه بقى المفاجأة اللي ظهرت في الخطاب بتاع رأقولش بين دمزور التطوير قال إيه اللي استئناف المقدم من نادي الوداد للطعن على قرار لجنة التأديب والانضباط في الفيفا اللي هو بموجبه بفرض حظر الانتقالات ليس لللاعب طرف في هذه الإجراءات بين الفيفا والوداد وبالتالي لازم تسوي المستحقات قبل 15-8 طيب الخطاب اللي قدامنا ده بيقول إيه ده خطاب في تاريخ 16-6 بيقول إيه الخطاب ده إن أي نادي عليه مستحقات وصدر ضده أحكام نهائية في 1 و 3 قبل 31 ديسمبر 2020 وما سواش قبل نهاية مارس 2021 يتمنع من المشاركة الإفريقية مش هيكون موجود في دولة الأبطال الجواب ده اتنفس فعلي ورسمي مبارح مع مين؟ مع الوداد طب اتبعت للاتحاد المغربي ليه؟ لأن الاتحاد المغربي وده النهار ده مثلا الاتحاد المصري الاتحاد المغربي لما الأندية خلصت المسابقة وحدت أسماء الفرق بعت للاتحاد الإفريقي أسماء المشاركين ورجع أوراقهم وشف رخصة الأندية المحترفة والناس ما عندهاش مشاكل فبعت الورق فالكاف قال اسطوب لا ده هنا في مشكلة في نادي عنده مستحقات فأنت كا اتحاد عليك مسئولية لأنك ما راجعتش الورق صح النادي عليه مستحقات كنت لازم تسوي هذه المستحقات أنت كا اتحاد لأنك رقيب على ده تبقى لقرارات الفيفا فبالتالي أنت والنادي هتعاقبوا بسبب هذا الأمر إذا لم تسوي هذه المستحقات قبل 15-8 من هنا؟ أنا بوجه انظار لكل الاتحادات ولكل الأندية يا جماعة أي نادي عليه مستحقات صدرت من محكمة رياضية قبل 31-12-2020 واستقنف على قرار الفيفا اللجنة التقديبية يدفع المستحقات لأن الاستيناف ده مش هيمنعك من المشاركة الاستيناف ده زي ما بيقولوا كده ايه؟ مش هيمنعك من المشاركة الإفريقية لا ده عيمنعك يعني الناس فكر أنه لما استقنف لسه القضية متدولة لا الاستيناف ده مالوش علاقة خالص بالمشاركة أهم حاجة في حكم نهائي ولما فيش حكم نهائي في حكم نهائي لازم تسدد المشكلة أن المدة قصيرة ليه الكافة الـ 15-8 لأنه ده آخر معاد لاعتماد ليحة الترخيص واعتماد الترخيص الأندية فبالتالي لو الوداد ما سددش قبل 15-8 مش هيبقى موجود في دوري الأبطال أي نادي تاني عليه نفس الحكم ده قبل ديسمبر أو قبل 31 ديسمبر وما سددش هيتمنع من المشاكل الإفريقية ده تحذير اللهم بلغت اللهم فاشهد والبعض يقول تم النجم السحيلي نفس القضية لا النجم السحيلي المحكمة الرياضية حكم مثل الآله في شهر 6 اللي فات يعني بعد ديسمبر 2020 وبالتالي هنا النجم السحيلي مش هيتطبق عليه ليحة الترخيص اللي صدرت في شهر 6 اللي فات وبالتالي الحكم اللي صدرت ضد النجم صدر بعد كده فيه مفاجآات هتبقى فيه مفاجآات لأن الكاف من الخطاب اللي طلعناه بتاريخ إمباريح 9 8 مش هيهزر والفترة الجاية مش هيفري معاه اسم وعيبقى فيه مفاجآات فاندها كبيرة الفترة الجاية وقادينا شوفنا هو في ورق رسمي البداية بالوداد الله أعلم في الساعات اللي جاية لما فيه اتحادات تبعت أسماء الأندية المفاجآات الجاية هتكون مع مين مدد مين وبسبب ايه طيب ده جزء مهم جدا كان لازم نوضحه من خلال أوراق رسمية واحنا هنا الحمد لله بنتكلمش إلا بورق رسمية